مساء الخير مساء السعادة مساء كل شيء جميل كل سنة ونطيبين عيد مبارك علينا جميعا على كل إنسان على وجه الأرض النهاردة يوم جميل إن شاء الله حنقضي مع ضيوفي لهم العديد والعديد في عالم الموسيقى والغناء والأشعار النهاردة معايا نجمة من نجوم يعني زي ما بيقولوا ابن الوزد عوام فعلا والده يعني مش هقولكم إن هو نجمة قد إيكا لي أعمال لها تاريخ منها فيلم الرجل التاني مع الفنان الكبير رجي أبوزع لي مسرحية هي أنا وهو هي جميل عز الدين الفنان الراحل الكميل معانا ابنه الفنان دياء عز الدين فنان در الأبرى المصرية وسولست الفرقة لفرون الشباب مزارة الثقافة وللعديد والعديد من الأعمال وصوت مميز وكله إحساس برحب دياء عز الدين أهلا بيك يا دياء يا أهل وسهلا النهاردة اليوم عيد معاك حقيقي اليوم عيد معاك وإنه أعجب طبعا أشكرك معانا طبعا الشاعر الكبير نشعة ناشد ناشد ليه أشعار حقيقي يعني كل مناسبات الصورة وكل مناسبات ما بتفش مناسبة غير ما بتكون يعني أبدع يعني يقدم أحلى كلمات وأحلى أشعار وتغناله كتير منهم يعني أسرار الجمال غنت له النجم أحمد الشيوكي غناله دياء عز الدين غنت له نواعم غناله محمود فوزي مجموعة من الفنانين فأنا برحب بيك أستاذ ناشد أهلا بيك كل سنة طيبين كل سنة طيبين وعيد سعيد على مصر وكلها إن شاء الله برحب طبعا بالموذع والعزب الأرج المتميز هاني نبيل أو نور هاني لا الجبيد نور هاني نور هاني النهاردة جماعة هاني نبيل غير اسمه طبعا لزروف خاصة فهو بيحب دايما الاتشينج في حياتي برحب بيكم كلكم كل سنة طيبين وعزين نهاردة نقدي وقت جميل مع وتابعي أسرار نجوم في كل مكان أنا بحييكم من قناة الصحة وجمال تحية مني ومن رئيس قناة الصحة وجمال الأستاذ عبد الحميد توفيق ومن كل كلور العمل اللي وراء الكاميرا وكل اللي موجودين معنا هاردة عشان تكونوا استمتعين أكتر بيديو فنا ديها وحشة صوتك بجد وحشتنا أعمالك الجميلة يعني أنا عايزة أعمل كده نبزة جميلة يعني نعرف الناس بالبابا طبعا الفنان الراحل جميل عز الدين وأعماله الجميلة اللي هي ممكن تكون أسرت فهو طبعا هي والد اللي أرحمه كان ليه شكل معين وكان متميز بأنه هو بيقدود دور الخواجة باستمرار كان ديما مشهوره أنه هو بدور الخواجة شكله وموصفات شكله كانت كده فكانوا بيسندوا باستمرار للأدوار دي جيف رجل الثاني كان هو أخو صباح الأصلي أكرم سكر على سبيل أنه هو كان أقرب شكل لصباح هو كان هيعمل دور من الحاجات المهمة جدا في حياته بس للأسف يعني حصل له ظروف منعيته الموضوع ده كان هيعمل في الفيلم بتاع ردة قلبي دور أحمد مظهر اللي هو كان أخو بردو إنجي لأنه بردو كان الشكل قريب جدا فعلا ده هدي حقيقي برنش على اه بالضبط كان السكريبت موجود معي عندنا في البيت يعني لكن ما حصلت ظروف كده منعيته إنه هو يعمل الدور ده الظروف يعني عمل أنا وهو وهي مع أفواد المهندس طبعا وعمل أفلام كتير جدا طبعا أنا مش قادر أحصولها كلها ولكن هو كان أساسا من الناس المتميزين جدا اشتغل في الإخراج واشتغل في التمثيل وعمل مصرحيات كتير جدا بردو كان جميلة كلها عشان كده ضياء عز الدين يعني اتولدت في بيت فيه فن وفيه حسيس وفيه حاجات كذلك فطلعك كده أكيد ضياء الصوت الجميل اللي احنا بجد وحاشنا نسمعه وفي ده القرب رفاقة لغير احنا عايزين نسمعه هنا معنا في البرنامج احنا بنتبادل الموضوع طب يلا بينا تعملي حفلتك تلقيني معاكي طب نسمع نحول حاجة وعشان نسمع قصة نشأة في الكلمات الجميلة اللي النهاردة بيهديها للبرنامج وبيهديها للمشاهدين يلا بينا طيب هو طبعا بالمناسبة العيد لازم نبتدي البرنامج بتاعنا بيبقى حاجة للعيد وما أجمل ستم وكل سن يلا طبعا تلايي طبعا نهار يا دلت العيد قانستينا يا دلت العيد قانستينا يا دلت العيد قانستينا يا دلت العيد قانستينا وجدت الامل قانستينا يا دلت العيد قانستينا يا دلت العيد الالة هلل عالينا طرحنا لو وغنينا يا دلت العيد قانستينا أهلالة هلل عالينا بطرحنا لو وغنينا وقلنا السعدة حيجينا على دومك يا ليلة العين يا ليلة العين أهستينا وجدت الأمل كينا يا ليلة العين الله عليك يا جيه الله عليك إحنا عزينا نسمع من الشبع من غنيك ومن الحاجات الجميلة اللي نتنطعها منك نسمعها النهاردة نشاء الله وصلت نشأت معانا للفنان والشعر الجميل وصلت نشأت ناشد كلمات الجميلة اللي أنت دايما يعني في كل المناسبات بلاقيك بتقولها وبلاقيك يعني بتفكر وبتقول أجمل الأعمال يعني أنا في كلمات عجبتي أنا يخليك وهو إحساس بيبقى إحساس بالموقف أو بالحدث صحيح فالواحد بيترجمه في الورق صحيح طب إي حتى النهاردة نسمع إيه من كلماتك الجميلة في حاجة عماريا مصر وفي برضو حاجة تانية بتتكلم عن الغربة يعني واحد في الغربة مش تقل بلده طبيعي أنا مش حاوي ولا ساحر ما قدرش أجبلك من السماء نجم عالي ولا عايشك في أصر خيالي كل اللي حلتي شوية موويل وأغاني بقولهم وأغنيهم عشان بحبك يا بلدي والبقية طبعا متغير ممتور وعجبني كلماتك حغنيلك في كل شارع وحارة وأقول موويلك على شط نيلك يا ثمرة يا حرة يا أصيلة من دا اللي يقدر ينساكي يا أم العرم والشعب الطيب صبرة كما أيوب وأصيلة زي نعسة كلنا حواليك يا عيلة معاك يا الحلوة والمرة يا قلب العرب الحنون يساع الكل ويعلم يشهد ليك زمان إنك أجمل وأبدع مكان صح كده؟ تمام كامل حضرتك بكلام الجميل يعني عجبني الكلام إنه هو دايما يعني أصداش قد بقول حاجات فعلا مفتقدين إحنا الكلام اللي هو التلقائي اللي هو بيطلع من القلب واللي بيوصل للقلب على فكرة أي حاجة بتطلع من القلب بتوصل للقلب على طولة بسرع مرحبا يا أخوة حبيبي يا قلب العرب الحنين يساع الكل ويعلم يشهد ليك الزمان إنك أجمل وأبدع مكان مشتقين لصهرع حلوة من لياليكي وأمر منور بيدحك في هنيكي لما وصحبة وأهل والكل بيناديكي نركب حنطور ونتمشى على النيل نفرح نلعب ونتحك ونتمايل مع نسمة هوا يا جميل نقول ونحكي على أيام الزمن الجميل ونسمع حواديتك يا مصري يا قصيل نقعد على قهوة نشرب شاي وشيشة ونلعب طولة ونرمي الظهر يجيب شيشة بيشة نسمع غنوة حلوة من أغانيكي وحكايات بطولة عظيمة من حكاويكي من دا اللي يقدر يا مصري يا عديكي دحنا كلنا بأروحنا نتديكي يا أغلى وأعز مكان بنضرب لك تعظيم سلام الله عليك الله عليك طبعا طب يعني حضر حاجة لحد ما نشوف نسمع حاجة من نك يا ريت طبعا مش بعتب عليك مش بعتب عليك صوت طبعا ولا مش تريكي ما تبعيش مش تريكي يعني هو الأستاذ دياء عزدين متميز بصوته الجميل وكمان قريب كتير من الفنان الكبير هني شاكر لكن لكل واحد لي إحساسه طبعا يشرفني كده أن أكون يعني امتداد للأستاذ هني شاكر طبعا زي ما كان أستاذ هني شاكر امتداد لعبد الحليم صحيح ولكن هو عادة هو يمكن نفسه قال قبل كده قال أنا بغني لعبد الحليم والناس كتير بتشبهني بي ولكن أول ما هبتدي أغني حاجات خاصة بي هبتدي أغاني بتاعتي هبتدي صوت مفعلا ده اللي حصل بعد ما كان بيغني لعبد الحليم كتير جدا مستاذ هني بدأ يغني لغني الخاصة بتاعتي لما تسمعي دلوقتي خلاص ده هيني شاكر مش عبد الحليم صحيح لكن هو المتاريال كل واحد متاريال عبد الحليم متاريال هني متاريال ضياء يعني إذا كنت يعني في هذا السيارة لكن أنا بحب طبعا مستاذ هني شاكر طب يلا نسمع يلا ايه يلا 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مهما غبتي اشتركوا في القناة 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 دي بتتكلم عن غربة واحد عيد عن البلد يعني هو اساس نشأة دايما بيحب فعلا بيحب مصر وعاشق لمصر ده حقيقة كلنا بيحب بلد هو كمان كتير بيكتب اغاني واشعار ويشوف ندوات ثقافية يعني هكتير متشبع بالوطن والارض والترابة جميلة طبعا دي حاجة تانية بقى اسمها اسفة دي حاجة تانية خارج يعني موضوع مختلف حاجة تانية يلا قول عشان نسمع دنيا غريب اسفة مش ممكن ارجع تاني لانك في الحب واحد اناني استنيتك تجيني تقول لي اسف وتعتذر لي لكن كبرياك رفضت منعك تجيني وتعتذر شايف نفسك مش غلطان وكمان مظلوم مش ندمان اسفة مش ممكن ارجع تاني لانك في الحب واحد اناني ظلمتني جيت علي وجرحتني قلت علي كلام كتير اسيت ظلمت وجرحت عمرك يوم ما سمحت دنيا ما سمحتك كتير اسفة مش ممكن ارجع تاني لانك في الحب واحد اناني بلاش نتكلم عن اللفات الماضي كله دموع وانين وآهات بعد دا كله ارجع لك تاني ادوس على قلبي واحزاني بجد انك واحد اناني اسفة مش ممكن ارجع تاني لانك في الحب واحد اناني نسمع دنيا غريبة او عملت دنيا غريبة معي وانت عملت دنيا غريبة يعني فيه تواضر فعلا في الخاطر يعني فيه تواضر فعلا في الخاطر نقول دنيا غريبة انا عملت دعم في مسرحية خليفة خليفة اه كان بيها موقف فعلا كبير كان شئ محوري فعلا في المسرحية كانت بتوبك سيل استاذ عب سلام الدشان امار رمزي مجد القاسم كنت انا وريكو برضو معينا ومجموعة من الفنانين وكانوا ساعدنا وجودك هنعيدها تاني شاء الله غريبة دنيا غريبة هامل فيها ريكو المرة جاية يالله ريكو موسيقى 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 دنيا غريبة وشوش عاجبة فيها ناس مطحونة وناس والظلم مقرورة دنيا غريبة وشوش عاجبة دنيا غريبة وشوش عاجبة فيها ناس مطحونة وناس وظلمة مقهورة أقنعها وشوش زيفة ما تعرف بتتحك لي ولا عليك أقنعها وشوش زيفة ما تعرف بتتحك لي ولا عليك ناس بتبات تعبان وناس بتبات شبعان ناس بتبات تعبان وناس بتبات شبعان وناس بالظلم تعبان وناس وناس ناس ملها الطمع والغل جواها وناس رضية بنصفها وربك رعا ناس ملها الطمع والغل جواها وناس رضية بنصفها وربك رعا ناس ملها الطمع والغل جواها ناس ملها الطمع والغل جواها ناس ملها الطمع والغل جواها وناس رضية بنصفها وربك رعا وشو زيفة ما تعرف بتتحك لي ولا عليك أقنعها وشو زيفة ما تعرف بتتحك لي ولا عليك ناس بتبات تعبان وناس بتبات شبعان ناس بتبات تعبان وناس بتبات دعان وناس بالظلم تعبان وناس وناس الله 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 دياء برضو دياء عمل دنيا غريبة دي حاجة تانية خالص دي الدنيا الغريبة بقى الدنيا الغريبة دي إيه الغريبة يعني هو ده الفرق بس لكن بعد كده حنقول الدنيا الغريبة ونسمع حاجة أصداشت عشان نختم اللقاء أوكي حال وناس حلوة جميلة 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 الله عليك حالت كان لها موقف فعلة العمل المسرحي كانت جاء يعني عمل يعني بمؤثر فعلا في موقف يلا ميه بردو يا محمد محمد حالي يا علي يا علي علي نور هان أيها أسمعني بس أول كلمات ثمان الشاعر الرائع صديقي وحبيبي أحمد حسن رؤول وألحان الفنان المطرب أيماد جمال اللي عامل كل أغاني طبعا للكم كل التحية للكم كل التحية و الدنيا غريبة ورّتني كتير وساكت وحاجات جوايا مات من اللي أنا شوفته في سنين الدنيا الغريبة خلّتني ضعيف وخايف مهما أغرب بردو شاك وعن أيام غمضين وسنة جت ورّتني وسنة جت ورّتني ضغريت تنى وبحاول أفتاني وأنا ما بقتش أنا حلّل لتنى مبقاش على شاني وسنة جت ورّتني ضغريت تنى بحاول أفتاني وأنا مبقتش أنا حلمي للدنى مبقاش على شاني أنا بين البنين واحد مقسوم اتنين أنا بين البنين واحد مقسوم اتنين يا عالم بكرة حب أنا فين أنا خايف أفضل مكاني موسيقى إيه الدنيا بتعلمت وبجدنا تعلمت لو مهما هتقلمت ما بقتش أقول سلمت الدنيا بتعلمت وبجدنا تعلمت لو مهما هتقلمت ما بقتش أقول سلمت دلوقت أنا في حالي وحبيبي حوالي واللي حيسألني مالي حيشوفها في عيالي دلوقت أنا في حالي وحبيبي حوالي واللي حيسألني مالي حيشوفها في عيني سنة جت ورا سنة ضغرت تنى بحاول أفتاجي وأنا مبقتش أنا حلم للدن مبقاش على شايف أنا بين البنين واحد مقسوم اتنين أنا بين البنين واحد مقسوم اتنين يا عالم بكرة حبقنا فين أنا خايف أفضل مكان الله عليك يا أستاذ ضياء يا فنان يا جميل يا صديقي غالي نختم بالأستاذ نشأة مقطوعة طبعا من أعمالك جميلة يخب بقى ده مرة كي ساون طيبين أسعدتونا النهاردة يلا ده هدية مني ليك والله هنخلم اللقاء الجميل ده يعني أتمنى لك كل خير ضياء يا صعاتينا النهاردة وجودك بجد حقيقة أسعدتونا نشأة ياريت نختم بحاجة جميلة منك طبعا يبقى مسك الخدام ساعيك من انتهى طبعا وكلم منك الجمهورة الجميلة تقول حاجة أنا في روح وقلبي بيدق بس مش عايشة أنا في روح وقلبي بيدق بس مش عايشة أرجوك ما تضيعنيش من بين إيديك خاف علي زي ما بخاف عليك اشتاء لي يا ما أنا بشتاء إيديك خدني في حضنك طم من قلبي وقلبك ما أقدرش أعيش إلا أنا جنبك أنا في روح وقلبي بيدق بس مش عايشة علشان طيبة قلبي معاك تبعد وأنا مش وياك خايف أنسى شكلك وملامحك ويضيع من قلبي هواك أنا ضيعت عمري كله بستناك والأقدر يا حبيبي يوم أنساك أنا في روح وقلبي بيدق بس مش عايشة عايش زيك ترجع بكل ما فيك نشوقك بحبك ولهف تعنيك ارجع قبل ما يفوت الأوان وحبك جوه قلبي يبقى مرموش مكاني نتلع تبع الفاصل وهلتقي بالنجم ياسر لك النجم السودان النجم إن شاء الله حيشرفنا الدقائق وإن شاء الله حلتقي بي أرجعت لكم مرة تانية كل سنة ومطيبين واستقبلت ضيفي فنان نجم السودان النجم ياسر ليكا طبعاً سعيدة بوجودك ياسر كل سنة ومطيب كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانت وكلكوا طيبين كل سنة ومصر طيبة العيد مش بيحنا غير بوجودك على فكرة ربنا يخليكي ويا رب دايماً نبقى فخير ويا رب دايماً مصر كلها والوطن العربي كله يبقى فخير كل سنة ومطيبين وعيد أطحى مبارك على الجميع بلدنا في أمان وكل الأوطان بخير وسلام يا رب يا رب يا رب وانتهي كرونة تنتهي فيروس كرونة خلصت خلاص بقى احنا مش عايزين نحكي عمات تاني بقى لسه شوية اخد بالك انت جاي لسه بالمسكات وكل حاجبت كلها طبعاً لا 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 ما لازم يلا على طول كده جمهورنا الجميل قاعد مستنيك النهاردة في كل مكان فأسراره نجوب في كل أنحاء دنيا مستنيين دلوقتي ياسر هيكا حيسمعنا ايه الحاجات الجميلة ومحضر لنا ايه عايزين نورسنا هيك وعايزين دنبنا هيك نقول النهاردة وانتي معي طبعاً انتي من ماشي طيب نقول نقول حاجة الاول ايه اخبارنا اخبار الصوت معينا نقول يلا يا مصر يا حفظ قرآنك وانا اقيلك ولو تناديني في الغربة انا اقيلك يا مصر يا حفظ قرآنك وانا اقيلك ولو تناديني في الغربة انا اقيلك ولو تناديني في الغربة انا اقيلك اقيلك بكتوب لغني لك واخذي المواوي لك مكتوب لغني لك واخذي المواوي لك واندف نبع الحق يروي عسلني لك يروي عسلني لك يروي عسلني لك تميزت بيها يا سيد طبعا دي دمي وثقافتي وانا بحب طبعا انت اخيرا على فكرة شاركت معي اه عمال نتقبرت جميل نشاء الله وحينزل قريبا على الخنوات نشاء الله عايزين نفتكر حاجات خماسة بقا مع بعض سيه الله سيومول حاجة من الجميع هنعمل ده ونعمل ده حاجة سودانية الجميلة حاجة حاجة اه ماشي ماشي يلا وحسل سودك يلا مأسمك ومأسمك ببئت سود충 اللقين قصنر جملي هاه מה يمشي نس عني القصنر جملي بوش يمشي ينس عني جسداني وسحرني أصمار أصمار جناني الأصمار ببساطة وحبلها على ولاطة الأصمار ببساطة وحبلها على ولاطة بمبن على شوكولاتة بمبن على شوكولاتة أصمار جناني الأصمار محبوب وهتوب من توبي والأصمار محبوب وهتوب من توبي وفي زي في الدنيا رح يستل عيوبي أصمار أصمار جناني الاسمرون من شافه وما دبش في أوصافه الأصمار من شافه وما دبش في أوصافه ما يقلوا في الدنيا عزالوا بيخافوا أصمار أصمار جننني الأصمار جننني حشور يمشي أنس عني بيسباني وسحرني أصمار أصمار جننني الله 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 لا إحنا عايزين نشبه من الأغاني الجميلة اللي إنت في حبتها و الجمهور فأنا عرفها منك يا سر إنت شاركتك في كتير من الأعمال المسرحيات ومن إيه أخر الأعمال اللي إنت شاركت فيها قبل كورونا قبل كورونا قبل كورونا يعني كان حقيقي أكتر من مشروع ومنها مشاريع أنت طبعا كنت معانا فيها وكان مفروض إن إحنا نكملها سواء لكن جاءت الظروف ومنعتنا إن إحنا نعمل ده خلينا في اللي بعد كورونا إن شاء الله في الأيام اللي جاية دي احتمال كبير جدا دخول مسلسل إن شاء الله بإذن الله يعني بجاهز إن أنا أبتدي فيه إن شاء الله الأيام اللي جاية دي إن شاء الله وأبتدي أحفظ وأبتدي أشوف الدنيا إيه وأخطط من ناحية الغنى طبعا فيه مهرجان إن شاء الله جاي برضو في شرم الشيخ إن شاء الله بحضره برضو أعمال فرانكو عرب حاجة زي الفرانكو عرب بإذن الله إن شاء الله طب يلا بي نقول حاجة جمدة كده من جمهورنا يلا 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 إيه طب لا أنا عايزة أقول نقول مش لا لا إحنا متفقين نقول فإن شوف إنتي نقول يلا يلا نقول نقول إيه طيب نقول إيه مع بعض يعني برضو أنا أحاب الجو الخماسي الجميع الخماسي يلا نقول الخماسي نقول يلا خماسي اه يلا هنلعب مقصوم بقى هنقسم بقى هنقسم بقى يعني مقصوم سريع ولا مقصوم حاجة إيه؟ يلا مقصوم سريع نعني عجلينة شوف؟ يلا ديني موال خماسي كده نعني عجل ماشي يلا يلا يا ولد عمي إحنا طبعا كان معانا المفروض لفرقة الفون الشعبية أنا عندي حد فرد على قدينا النهاري يعني ممكن تدخل لنا تشارك معانا؟ ممكن تدخل لنا تشارك معانا؟ ماشي سيمون؟ تدخل معانا البنوتة؟ تدخل معانا؟ 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 بريدك يا ولد عمي على مهلك علي ما بحمل الضمي على مهلك علي أنا حيلت أبوي أمي نعنى على الجنينة المزق في حيضان شجر المصطرح طلل على عيدان نعنى على الجنينة المزق في حيضان شجر المصطرح طلل على عيدان في عشق البنات أنا كنت نابلي ترمبيلي وقف عجلات بنتريون في عشق البنات أنا كنت نابليون ترمبيلي وقف عجلات بنتريون قدمتي الشكوتي حاكم الخرطوم أجل جلستي لما الجياء متقوم نعنى على الجنينة المزق في حيضان شجر المصطرح طلل على عيدان شكرا للمشاهدة جالي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة قالت بابا بابا ردني ليه ميال تسعين ناقا لقاح ورجال شياء قالت لي حبيبي جاني في القيال أرفض له طلب ولا انت ليه ميال نعنى على الجنينة المزق في حيضان شجر المصطرح طلل على عيدان نعنى على الجنينة المزق في حيضان شجر المصطرح طلل على عيدان أشكر الفنانك في حيضان بشكر الفنانك الجميل نجم ياسر ريكا نجم السودان شكرا لكم وجودك شكرا لك بشكرك ياسر مرتي جدا يا أحلى نور هاني نهارده منوارنا اليوم جميل معاك الله يخفي ياسر كلنا كون جاهزة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بشكر كل كروه العمل أشكرهم في فرد فرد أشكرك كماكمود منصور بشكر المقلج الجميل الأستاذ وديد عمارة بشكر طبعا تحية كبيرة مني لرئيس قناة الصحة الجامعة لأستاذ محميد توفيق بشكر الأستاذ نصر الشاهد منديل الستوديو كل البلاي كل بشكر عمر محمود وكل تحية لمحمود الكارماني وكل اللي وراء الكاميرا وتعبيني علشان النهاردة وشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وديوف جداد استنونا بكرة إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين مستي محمد بستاوي مستي الأستاذ محسن عالم وكل الناس اللي موجودة وأستاذ حافظ أحمد بحبكم كتير كل كل العمل بحبكم بجد من قلبي كل سنة طيبين وشوفكم بكرة على خير أصرار الجمال